فش ممكن نسأل عن فيصل بن تركي أنا باتحدث أنه رؤساء النصر من الرمز الراحل الأمير عبد الرحمن بن سعود كلهم ترك بصمة كل رؤساء النادي اللي مروا سواء لفترة طويلة أو قصيرة كلهم ترك منهم من حصد بطولات منهم من أوصلك العالمية منهم حافظ اللي يفارق عند الأمير فيصل بن تركي لما أستلم نادي النصر كان النصر بعيد النوع ما عن البطولات فهنا أعاد النصر للبطولات طبعا الجميع يعرف أنه حقق ثلاث بطولات منها دوري اثنين وكاس والعهد ومثلها ودية وحبية ولعب سبع نهايات وسبع بطولات فئات سنية هذه يمكن خلال أربع السنوات الأخيرة فإنجاز طبعا كون أنه يستقيل في هذا الوقت ليس فشلا أنه الواحد يستقيل ولكن مثلا قد يصل الرئيس أو الإدارة تصل مرحلة أنه هذا ما لدينا ما نقدر نقدم أكثر من مصار وهناك مثل رجال يحبوا مثل يقدموا نادي ويفتحهم مجال الأمير فيصل كثير من الناس يتصور أنه أبتعد على شام مثل تغريدات أو على شام مثل مقالات أو عشام مثل بضع الأمير فيصل يحب جمهر النصر يعشقهم عشق خيالي ودائما يتغزل فيهم ولكن الأمير فيصل لا يطلع على تويتر هذا كله أعرفه جيدا ولا يبالي بما يكتبه لأنه يعرف عنده ناس مستشارين عنده ناس مختصين في كبار لاعبين على رأسه ماجد عبد الله يستشيروا عنده ناس فنيين من خارج فوجد أنه في هذه المرحلة أنه في هذا الوقت أنا اتفاجأت من تقديمه في الوقت وباقي عن نهاية ثلاث سابيع كان المعدن ويعلنها بعد النهاية ولكن كلمني أنا شخصيا بعد ما أعلن الاستقالة وقلت يا أمير ما كنت أتمنى أن في هذا الوقت وقال لا بالعكس أنا حاسبها صح وهذا الوقت إحنا هنعمل ونجهز فريقنا فريقنا هيلعب عن نهاية وخير وختام يعني لأي نصراوي وبالإدارة أنا كشخص أفتخر أنه أودع الإدارة وأنا أسلم على خادم الحرمين الشريفين أحسن وداعب بالنسبة للإدارة عملنا واجتهدنا أن أخطأنا فأنا أصبنا لنا أجران وأن أخطأنا فلنا أجر على رأسنا الأمير فيصل أجتهد عمل هناك أخطاء ولكن يطول العمر في من يريد يعمل ممكن يضاعف عمل الأمير فيصل ممكن يضاعف الإنجازات لماذا يتحلو المجال أوكي يعني سوصا أن القاعدة اليوم في وضع جيد نعم الفريق يعني مش متهالك نعم الفريق شوف الفريق الآن فيه أصول فيه لاعبين فيه لاعبين يعني نعرف الآن الفريق يحتاج فقط لاعبين معينين بعض المراكز تطعيم ما نقدر نقول عندنا مبارة مهمة نهائية ما نقدر نقول لك شيء يحتاج لكن إضافات بسيطة ويعود كما كان هو طبعا صاحب الموسم هذا غير مرضي جدا وزعل نصرويين بعد ما كانوا في المشهد في الصدارة البطولة بطولتين دوري يعني متتالية فهنا مهم سهل على الظرق صحيح فحصل ما حصل الظروف إصابات وإيقافات وتحكيم وتضاعفت الأمور علىه وصعبة المسألة وكذلك فيه ظروف مادية كذلك فيه بعض أعضاء الشرف ما قصروا دعموا ولكن بعض أعضاء الشرف لا يريد الدعم والوقوف إلا لما يبقى الفريق قوي دائما فلما يهز يوقف فهناك برضو يقول لك ليش مثل العضو فلاني زعلان ما أشوف أحد زعلان وانتو شاهدته قبله مسكين مع أعضاء الشرف جايين ويدعمونه وقبله فيه اعتضاء يمكن شخصه وشخصين فيه اختلاف وجهات نظر الآن النادي متاح ونواثق وأعرف أنه إدارة حتيجي إدارة يعني الأمير فيصل لم يستقيل على تفسير الأمور كما كان الأمير فيصل يسيرها أو أفضل يعني هو عارف مين هو المرشح القادم أكيد ولما ترك المجال الأمير فيصل يعتبر نادي النصر زي ما يهتم ببيته هل الأمير فيصل لو مثل بيته ينقصه أشياء مهمة مثل الكهرباء مثل منقطع ببيت الأمير فيصل بيتركها يهملها ما رايح يعمل نادي النصر وبضرف كذا حتى لو ديون صارت مئات الملايين خليني أسمع رايك محمد الشيخ يعني بعد إعلان الأمير فيصل بن تركي قرار الاستقالة بعد نهاية هذا الموسم خليني يقول انقسم الوسط الرياضي بأراءه المختلفة إلى قسمين الناس شوف أنه هذا القرار تهرب من المسؤولية من الديون اللي موجودة اليوم في نادي النصر وفي ناس لا يعتبرون أنه هذا قرار شخص حكيم وأن الأمير فيصل بن تركي ترك النصر بعد صفقات تاريخية وبعد ما أعادوا إلى البطولات من جديد أسمع رايك في هذا الموضوع تسمع لي عبد الله قبل أن أجيب على رايك عندي سؤالين بس لزميل فهر الطخيم السؤال الأول هل الأمير فيصل أخبره شخصيا يعني كعومة شجارة بالاستقالة قبل أن يعلنها في التلفزيون والأمر الآخر كم مديونية نادي النصر حتى اليوم السؤال الأول جبت عليه هو قال لك أنه جاوب علينا ما أخبره قبل قرار الاستقالة بعد بعد ما انتهت المقابلة قال لنا وقال أنا مضطر أني ما أبلغ أحد إلا بعدها وشرح لنا الظروف فضل جميع عظم أجلس الإدارة الشيء الثاني الديون هذه ما أقدر أتحدث فيها هنا لأني لست أمين صندوق ولأني متحدث رسمي أنا هنا إعلامي الآن ومستقيل من الإدارة وما زلت كإعلامي كإعلامي من مصادرك طيب كإعلامي ما يمكن أني أقول لك مصادر وهي ما هي مؤكدة 150 مليون مثلا ما تصل لا حسب خبرتي ما تصل ما تصل المبالغ لكن فيه مديون كل الأنديا معروفا عليها ديون طيب أنت عبدالله عندك معلومة في هذا الموضوع لا يعني معلوماتي أنه تتجاوز 150 مليون إلى 180 مليون لا لا ما تصل يعني كم 175 ما تصل يعني فيه بس ما سمعت الرقم هذا بتاتا يعني لا لا خذ هذا العلم من عندي أنه تصل إلى 180 مليون خذ العلم لا لا هذا رقم كبير هذا لا لا أجل علمك خاطئ هذا لأنه أنا موجود ما أسمع الرقم هذا فيه ديون لكن يا رجال ما أسمعت باستقالة الرئيس منتعوض مجلس إدارة تسمع بالرقام أنا ما أسمع إدارة كاملة لأنه له هدف معين هدف معين وبعضهم يقول لك ليش استقلت مع الرئيس يا أخي هذا نظام معين الرئيس يستقيل فيه إدارة جديدة حي يجي رئيس جديد اللي يحتاجهم الأعضاء يطلبوا ينضم معاه واللي بقيوا الآن بقيوا لتسيير لأنه نظاما يبقى أمين الصندوق وأمين عام النادي ونايب الرئيس في حال أنه ما تقدم أحد يكلفون لتسيير أمور النادي حتى يشكل إدارة جديدة هذا شيء طبيعي طيب تسألني هل التوقيت كان توقيت جيد من الأمير فيصل بن تركي أنا أعطق أنه التوقيت مدروس بعناية فائقة يعني لم يقدم الأمير فيصل بن تركي ونحن نعرف يعني صلابة وشدة الأمير فيصل بن تركي والذي لم يسقط والنصر في أسوأ أسوأ أحواله في فترة الرئاسية الأولى فكيف بأن يتنازل وهو اليوم يقدم النصر وإن انتكس هذا الموسم كأحد أهم للفرق السعودية الأمير فيصل بن تركي وقف على حقيقة واحدة بأنه لا يستطيع مواجهة هذا الدين الذي يكسر الظهر أي رئيس كان فيصل بن تركي أو غير فيصل بن تركي حتى الإدارة القادمة لا تستطيع أن توفي بهذه المديونية الضخمة إلا حينما تجد إسناد من مجموعة شرفين لسيما من الداعم الأول واللي واضح أنه رفع يده عن دعم الأمير فيصل بن تركي حاول الأمير فيصل بن تركي مره ثنتين وثلاث من باب لعله وعسى ولكنه ارتضم بواقع بأنه لا دعم لإدارة الأمير فيصل بن تركي إذن الأمير فيصل بن تركي أمامه خيارين إما أن يتحدى وأن يذهب إلى موسم جديد وبالتالي إلى خيبة ونكسة جديدة خصوصا وأنه لا يصطدم فقط بمديونية يصطدم بحقوق لاعبين وأنا قلتها لك يا عبد الله من الحلقة الأولى لنا في هذا البرنامج أنه مشكلة نادي النصر مشكلة حقوق لاعبين الأمير فيصل لا يستطيع أن يوفي حقوق اللاعبين هي حقوق هي الحقوق هي الديون نفس الشيء أيوة أيوة القضية أن أقولك القضية مش إحنا نتكلم عن ديون وننسى أن هذه الديون هي حقوق لاعبين يعني البعض يعتقد ديون أنها ديون لوسطا أو ديون لأندية هي كذا وكذا أيوة أيوة أفهم يعني فيه ديون أندية ديون الأندية يمكن ما تؤثر عليك داخل أرض الملعب ولكن حينما تصطدم هذه الديون بنفسيات اللاعبين هنا لا الأمير فيصل بن تركي ولا غير أمير فيصل بن تركي خصوصا خلني أقول لك واضح اللاعبون فقدوا الثقة في الوعود التي قدمها الأمير فيصل بن تركي شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة وبعدين وبعدين وبالتالي أمير فيصل بن تركي قراها جيدا أنني لا أستطيع أن أذهب إلى سنة أخرى من الرئاسة في ظل هذه المدينيات وفي ظل رفع الدعم الأول يده عن دعم الخزينة النصراوية هذا واحد الأمر الثاني الأمير فيصل بن تركي قرأ نهائي كأس الملك انفست بكأس الملك فسأغادر بطل وسأمسح الصورة لي يعني السوداء في هذا الموسم كله وإن فشل الفريق فأنا أمام العالم أنا مقدم استقاله يعني مهما يأتي الهجوم أنا مقدم استقاله قبل أي ردات فعل عني فتدفعني للاستقالة تحت وطأة الخسارة وبالتالي أنا أقول سواء كان الخيار هذا خيار الأمير فيصل بن تركي أو من أشار على الأمير فيصل بن تركي فكلا الحالتين هذا الرجل يحب الأمير فيصل بن تركي من قال له قدم استقالتك اليوم قبل أن تجبر عليها بالقوة غدا حينما لا تستطيع أن تواجه هذا الطوفان وهذا المد صح نعرف الأمير فيصل قوي ولكن لن يقوى على مواجهة هذه المديونيات واللاعبين والإعلام والجمهور وأعضاء الشرف وبالتالي أحسن الأمير فيصل بن تركي في تقديم استقالة في هذا الوقت تحسن الأمير فيصل بن تركي